اشتركوا في القناة من ابوها مختلفة شوية رغم كل اللي عملوا وبيعملوا فيها هي خايفة عليه وقالت لنا في رسالتها مش عايزة بابا يتعذب في الدنيا ولا في الاخر طب ايه اللي بابا عمله وخليها تقول كده ليه تعالوا نسمع قصة النهاردة من اولها ونشوف بسمة بعت تقول لنا ايه اسمي بسمة وعندي 19 سنة بدرس حاليا في كلية التجارة ترتيبي في البيت الاخت الوسطانية وليا اخت اكبر مني واخت اصغر مني بخمس سنين اول ما بدأت او على الدنيا لقيت اهلي اسين جدا علي انا واختيك كبير كانوا دايما بيضربونا بالخرزانة اللي بتضرب بيها الحيوانات لدرجة ان جسمنا كان بيزرق ما كانت ضرب رغم ان اهلي كانوا معاون فلوس بس كانوا بيحرمونا انا واختيك كبيرة من حاجات كتير ولما كان بيبقى نفسنا نخرج او نشتري لعب او اي حاجة نفسنا فيها زي الاطفال كانوا بيقولونا انتو تاكلوا وتشربوا بس لما كنت اغلط اي غلطة حتى ولو بسيطة كانوا ما بيخلونيش اكل واروح المدرسة الصبح من غير مصروف كنت بافضل جعانة وبعد ما بخرج من المدرسة كنت بروح لامي شغلها عشان اساعدها ولو سمحوا لي اكل كانوا بيحبسوني في القوضة ويدخلوا لي الاكل ويسيبوني مرمية لمدة اسبوع ولو في رمضان كنت برضو باكل واحدة في القوضة طول الشهر وافضل في حبستي اسمعهم هما بيتفرجوا برع تلفزيون ويفضلوا يتحاكوا ويهزروا وانا قاعدة بعيط بابا كان متعاود يضربني انا واختيك كبير لما نروح في النوم لدرجة انه كان بيصحينا الفجر ويفضل يطحن فينا لما كان اهل امي يتدخلوا لاننا عايشين في بيت عائلة كان بابا بيتخانق معاهم وهم كانوا غلابة جدا فكانوا بيسكتوا كان بيلسعنا بالنار في جسمنا وساعات كان بيربطنا ويسيبنا في البلكونة في عز البرد وكل ده على غلطات بسيطة جدا زي مثلا انا واختيك كبيرة يتخانقنا خنائة اطفال الوحيدة اللي ما كانتش بتضرب معانا هي اختي الصغير بس لما بدأت تكبر شوية انضمت لقايمة قايمة المعزبين بتاعتنا بيتعذب معانا بابشع طرق الضرب لأ انا محتاجة فينا شوية لان احنا محتاجين نعلق على القصة طب بابا فيه قب ممكن يعمل كده في ولاده عشان خنائة اطفال بيدربوا بعض او بيتخانقوا على حاجة ولا ممكن يكون فيه اسباب تانية ورا الاسوة دي تعالوا نكمل انا واخواتي كنا مش فاهمين ازاي بابا وماما ممكن يكونوا بالاسوة دي علينا وليه بيعملوا كده مع بناتهم بس لما كبرت شوية فهمت السر ورا كل ده بابا يا سالي كان محامي مرتشي مستعد يبيع الموكلين بتوعه او يعمل اي حاجة عشان الفلوس وكان انسان شكاك بطبعه عشان كده كان دايما يشك في ماما لدرجة انه كان بيدور في البوك بتاعها فمرة لقى فيه كرت مطبوع من الكروت اللي هي بتتفرق على الناس في الشارع كدعاية للمحلات شك فيها فضل يضربها خبطها بكوباية ازاس في دماغها وكمان حتة من الكوباية جات في دماغ قوتي الصغير وراحوا لمستشفى وبشكل عام كان بيدرب امي كتير قوي قدامنا وامي كان بتتعب في الشغل بتتعب من معاملة بابا فكانت بتطلع غلها كله فينا لحد ما بقى جوايا طاقة كلها غل من اللي بيحصل فيي مش عارفة طلعها فين لما كنت في ربعة ابتدائي اتعودت أسرق أمي في الأوقات اللي كانوا بيحرموني فيها من الأكل أو المصروف لما أمي عرفت إن فيه فلوس تسرقت منها قال لعيتني هدومي أنا وأختيك كبيرة قعدت تضربنا لحد ما كنا هنموت لما جي بابا من الشغل وعرف ضربنا تاني وأنا ما كنتش قادرة اعترف إن أنا اللي سرقت الفلوس وأختيك كبيرة اتظلمت واتضربت معايا بس أنا كان غصبا عني من كتر الضرب بقيت مش بعرف أتحكم في أعصابي بقيت بعمل حمام على نفسي من غير ما أحس رغم كده كنت بها تعير من أهلي مع إنهم السبب وفضل أبويا مكمل في معاملته السيئة لدرجة إنه ساعات كان بيضرب أمي في الشارع والناس يفضلوا يتفرجوا محدش قادر يحوش عنها أما أمي ومن بعد ما تعذبت كتير من أبويا ربنا هداه ما بقتش تضربنا وخدت قرار إنها تتطلق وأنا فيقول عدادي أختيك كبيرة كتف ثالثة سنوي عام وبابا مرضيش يصرف علينا ورمى بناته الثلاثة كانش معانا أخ يحافظ علينا أمي فضلت تشتغل تصرف علينا وبابا راح تجوز واحدة تانية وجي هو وعمامي وخدوا العزال بتاعنا وسبونا نايمين على الأرض بعدها بحوالي شهرين أمي جمعت فلوس واشترت لنا سرير جاهزة الشقام الأول جابت أجهزة تستعملها في البيت بابا لما عرف جي تكسر لنا كل حاجة وقطع لماما هدومها قطع المرتبة بتاعت السرير تكسر كل حاجة لما روحت أشتكي العمي مرضيش يجي معانا وقالي أنا ماليش دعو أختيك كبيرة كان فضل لها كم شهر وتتجاوز مع إنها كانت شطرة جدا كان نفسها تكمل تعليمها بس هي تعبت من اللي بابا عمله فينا رغب منها كانت بتحب ابن خالتي جدا وجي تقدم تقدم لها زي ما وعدها لكن بابا ما وفقش عليه حتى لما حاول كتير وتقدم كذا مرة برضو بابا ما وفقش اضطرت أختي ترضى بواحد مش بتحبه عشان تخلص من اللي هي فيه وخرجت من التعليم وتجوزت وبعد جواز أختي بقيت أنا كبيرة في البيت بقى يحصل لي كل حاجة وحشة لحد ما بابا قرر إنه يرجع تاني لماما بعد ما ورها الويل هو اتغير للأحسن بس اتغير بمعنى إنه بقى يدينا فلوس عشان نجيب الحاجات اللي محتاجينها لكن شخصيته لسه زي ما هي نفس الضرب والتعذيب وحرقة القلب رغب من نبوية شكك زي ما قلت لكم بس لحد دلوقتي ما يعرفش إنه صاحبه وعشرة عمره وجارنا كمان حاول كذا مرة يختصبني وأنا كنت بخافة أقول لما قلت الأمي ضربتني وقالتلي ما أقولش أي حاجة لما كان صاحب بابا بينادي علي عشان أجيب له حاجات وما كنتش برضه أروح كان بابا بيزعق لي ويخليني أروح له ويشتري له اللي هو عايزه وجارنا كان بيفضل يشدني إني أدخل الشقة أما خلصت تالت عدادي كنت أجيبه مجموعة عالي جدا كان نفسي أدخل سنوية عامة بس بابا وماما رفضوا أنا مش معانا فلوس نصرف عليكي رغب إنهم معاهم فلوس بعدها فضلت أروح الجماعيات اللي بتساعد عشان أكمل تعليمي بس محدش ساعدني اضطريت أدخل سنوية تجاري لحد ما الحمد لله أثبتت نفسي وبقيت من الأوائل دخلت كلية التجارة لكن رغم الإنجاز ده مش عارف أسامح بابا ودي حاجة مدايقاني جدا بس فعلا غصب عني ورغم كده مش عايزة أتعذب في الدنيا ولا في الآخر يا سالي وهو كمان مش هيلزم بي أنا لوحدي ده شايلزم بناس كتيرة جدا لإنه كان بياخد رشوة عشان يعمل خدمات شمال للناس مش بيحب حد يكون أحسن منه وأزى ناس كتير اتكلم على ناس كتير وأزني أنا وأمي وإخواتي ودلوقتي جدي اللي هو والد بابا جات له جلطة وبابا بدل ما يساعده ويكون باربي ويفضل يدعيله بادي عليه ويقول إن هو بيكرهه لأن جدي كمان كان برضو بيعذب بابا هو صغير أنا نفسي أسامح بابا بس مش عارفة خايف عليه قوي من العذاب قولولي أعمل إيه رسالة حلوة لحد هنا خلصت رسالة باسم رسالة كلها مشاعر متلغبطة فيها أنواع وتصرفات وحاجات كلها متنقدة ما بين إنه ضرب شك أهر تعذيب رشوة كفاح عزيمة إصرار مش عارفة عديلكم خيانة غدر أهر وهي دي أكتر حاجة أنا شفتها أكتشلي لو عايزة أتكلم عليها أكتر حاجة بس اللي عجبني في الرسالة إنه رغم كل اللي هي شفيته ده قدرت أنها تنجح وعندها عايزة تبقى حاجة ودي حاجة حلوة بس هي بتقولنا زي تتصرف مع باباها طب فيه أمل أن بابا ممكن يلحق نفسه يرد المظالم اللي هو عملها مع الناس دي كلها وبدل السيئات دي كلها والله خلاص اللي زي ده عمره ما هيتغير طب لو ما تغيرش بس مما ميتها واخواتها يعملوا ايه طب هو اللي طلع بيتضرب لازم يضرب عياله بقولكم ايه هو إحنا مش زمين وإحنا صغرين ساعات كنا منتضرب أكيد مش ضرب اللي أنا شفته ده بس كنا ممكن نتضرب مش عارف ايه ليه الجيل اللي جاي يمكن من كتر السوشيل ميديا أو إن إحنا في عصر التكنولوجيا ما بقاش مستحمل بقى أغلبية القصص اللي بجلنا هنا بجد يا جماعة بتلاقوا الجيل اللي هو جيل الموراقين بتشوهوا المستقبل بقوا حساسين بزيادة أو إحنا اللي كنا بنعدي ونسكت أسئلة كتيرة قوي هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل استنونا قصتنا النهاردة عن باسمة البنت الجامعية اللي بتدرس في كلية التجارة بس قبل ما تدخل الكلية عدت عليها مراحل كلها عذاب من مين؟ من باباها أقرب الناس ليها بابا بسمة محامي مرتاشي مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس أزى الناس كتير جدا في حياتهم وده خلى إنسان شكك عشان كده بقى بيشك في كل الناس في مامتها على أهون سبب كل شوية اجتمها بيضربها في البيت بيضربها في الشارع وصاد الناس ده خلى مامة بسمة مشت بقتها كمان عنيفة بقت في الشغل لها في بسمة وبقى إخوتها البنات بسمة جالها تباول لإراضي من كترة ضرب والحبس في القوضة بالأسابيع بيرموها في بلكونة في عزة برد أهل بسمة دخلوها سنوي تجاري عشان ما يصرفوش عليها بس هي اجتهدت بقت من الأوائل دخلت كلية تجارة رغم إن هي يعني يعني تقيلة مش قادرة تسامح باباها عارفة إن هو أزى ناس كتير سياحة رون خايفة عليه من عزاب ربنا في الدنيا والآخرة وبعتها تقول لنا أعمل إيه عشان كده منورونا ومشرفونا النهاردة دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية زيك يا دكتور أمل زيك يا زيك عبارك يا موالي محشتيني حمد الله على السلامة ومنوروني ده نور قلبك دائما بمتجيبك في حاجات الأسرية عشان أنا عارفة قلبك والعيلة بالنسبة لك يعني إيه طبعا بتحبينسي الجنريشن زي أو الجن زي اللهم المرهقين بقى ولسه بيبتدوا حياتهم وإحنا كده منضمر المستقبل ولا بنعمل إيه بس يا حبيبتي تعالي نقول كده شوية حاجات في الأول أولا بسمة أول حاجة بسمة لازم تتواصل معي يعني حاولوا توصلوني بيها ليز هنعمل كده حال أنا بقول كده من الأول عشان تاني حاجة إحنا عايزين نتكلم عنها إن كل واحد فينا هو امتداد لأهله يا إما بيكون استنساخ إما بيكون العكس تماما وما فيش بين البنين دي تاني حاجة هنتكلم عليها تالت حاجة هنتكلم عليها إن الله لا يغير ما بي قوم حتى يغيره ما بي أنفسهم ده كلام مين ربنا ربنا سبحانه وتعالى اللي معاه الكتالوج بتاع تشغيل البني أدمين لأن إحنا ربنا هو اللي خلقنا فهو اللي معاه طريقة التشغيل أحسن طريقة لنا إيه تمام وكل العلوم الحديثة اللي أنا درستها على إيد أجانب وعلى عضوة في الفرد الأمريكية وعضوة في إما ووا كل القصة دي والله الحمد لله كل الكلام ده ملخص هذه الآية يعني إن الله لا يغير ما بي قوم حتى غيره ما بي أنفسهم بس أنت بتي بقي شي لهمهم ثانية واحدة ابنك وبيسمعش الكلام أنت عادة زعلانة عليهم ومش هيسمع الكلام بابا يا مش عرفي أنا بحط بس المحاور علشان دي الآية دي إجابة على السؤال بتاع بسمة بس ما تكده قفلتها يا مالك أنا ما قفلتش حاجة خالص بالعكس أحنا بنقول القواعد اللي هنمي عليها الحوار بتاعنا في الحلقة المركبة دي تمام إحنا يهمنا مين في الحلقة بسمة بسمة اللي بعتت لي أنا بيسترح بيهمني اللي بعتلي ما تزعلوش مني وأنا كمان وأنا كمان دايما نقول البطلة بتاعت القصة هي دي دي اللي لجأت لينا فعمرنا ما هنغزلها بالزبط فأنا عايزة أقول لبسمة ركزي في نفسك يعني إيه ركزي في نفسك يعني الوقت أنت بقى عندك وعي أنا فخورة أعايزة أقول لها أن أنا فخورة بيك يعني أول رسالة أنا عايزة أوجيها لبسمة ركزي في نفسك أنا فخورة بيك مش عارفة حطي مين واحد ومين اتنين فخليني أقول أنا فخورة بيك الأول وليه حقول لك أنا فخورة بيك أنا مش بطبطب عليك لأنه الإنسان اللي يعرف يطلع بنقطة نور من كل الضلمة دي صح ويطلع سوي شوية ده لازم يضربه تعظيم سلام طبعا لأنها كانت ممكن تبقى فسدة زي بابها كانت ممكن بدل ما تسرق أو عندها 4 سنين وفيش حاجة اسمها سرقة في 4 سنين ده بيبقى حاجات نفسية فهي لما كبرت عرف التعبر يعني اللي عنده 4 سنين وبيسرق ده هو مش عالف يعني إيه سرقة أصلا يعني جملة سرقة دي مش واضحة طب الكبير اللي بياخد من جيب بابا أو ممتوفكة مثلا لا الكبير ده موضوع فيه لسرقة لكي أنا بتكلمها هي بتقول أنا كنت بسرق عندي 4 سنين بصي برضو تيجي تفكي فبتلاقي زيادة فابتخديهم يعني ما جراش حاجة لا دي ده هزار ما جراش حاجة يا في ناس تقول لك يصرفيه مع الدكاترة طب ما جراش حاجة يا ده عادي صح جاي فكي 50 جنيه لقيتهم بقى 100 في إيدي سبحانك يا رب وفك بركة آه والله جي ست بركة دي ما تحسبش فبالنسبة البسمة تي هنقول أن أنا يعني فخورة بيكي أنك قدرت بكل الضلمة اللي أنت عيشة فيها تعرفي تنحاتي كده لحد ما تبقى متفاوقة في تعليم كان ممكن يحصل إيه البسمة بقى كان ممكن بدل ما تقاوم صاحب أبوها ده كانت ممكن أعوذ بالله أعوذ بالله تستفيد ماديا وتسيد نفسها لحاجات ما قد لا تصل إلى الكبائر بس تعرف تستفيد وكانت تبقى فزدة أكتر من أبوها كان ممكن تلجأ لحاجات كتيرة جدا زي ما فيه احنا شفنا في حلقاته في المجتمع الناس بتروح للمخدرات وبتروح للمخدرات طبعا ليه من قتر القهر في المياه ما بايزة بايزة فعشان كده يا بسمة أنا بقولك أنا فخورة بيكي أنك قدرتي تحفظي على حاجات كتير جميلة طب لو أنا قلتلك حاجة أمله عشان بابا كان بيدربه أو بيعزبه آخر جملة كانت في القصة إنه هي بعد ما قرينا كل القصة دي مرة واثنين أنا حسيت كده معرف بس آخر سطر فيها ده اللي هو بابايا كان جدي بيعزبه وهو هي المفتاح فعلا بتاع القصة في حد إيه دي على بابا؟ دي المحاور بدل ما يترحم علي أو مثلا لو لقدر الله بابا مات يترحم علي لو عيان يقول ربنا يديله الصحة ويشفي دي حتى لو كان وحش قوي إحنا رازم نعمل كده لأ ثانية واحدة بس يا سيل معلق جماعة إحنا عايزين نتكلم من على الأرض هو فعالأرض في حد بيعمل كده يا أمل؟ مش عايزين نطلع يعني العالم بيتفرج علينا نقول أفكار غير قابلة للتطبيق أو تحسس الناس أصحاب المشاكل بالدونية أو تحسسهم إنه هم ياريتنا ما بعتنا أنا مش عايزة يبقى عند حد الإحساس ده بس إحنا مرايا للمدنا أمل فعلا ثانية واحدة الإنسان بس يا سيل فيه قارطة علمية بتقول في علم النفس إنك لما بتحكي بيتفرز هرمون معين مش مهم اسمه إيه الهرمون ده بس الهرمون ده بيبقى جزء من الشفاء يعني أفذك إنه يفتفض يعني بيرتاح؟ ليه أكتر الناس متعذبين اللي مش قادرين يحكوا فوانس إن حد حكى لازم أنا أديله فايدة الحدوتة إنه حكاها للآخر وأحترم مشاعره وأحط نفسي مكانه غير إن أنا مرايا ليه طيب ممكن أقوله على حاجة؟ وأنا مش جلاد هنا أنا هنا علشان أساعد ممكن أقوله على حاجة؟ أنا مش قاضي أنا عايزة أقوله على حاجة مش على جلاد بس أنا لازم أخد يعني الوجهة النظر التانية لإنه أنا ما بقوت لي من وجهة نظر واحدة إنتي مش حاسة أن الرسالة دي فيها أفوارة شوية؟ يعني أنا بحب بس ما موجه حاجة بس مش حاسة أن هي فيها أفوارة طيب دس وقت طبيعي إن أنت تسأليه حسن فيش أهلي بيوصلوا للدرجة دي برضو؟ لا فيه أكتر ما هي يحبسوها في البرد في البلكونة؟ ثانية واحدة إحنا بنخاف على الباتس أو الحيوانات الأليفة نعمل فيها كده أيوة إنتي بتخافي لكن فيه غيرك ما عندوش رحمة إزاي بقى؟ أولا فيه ناس بتعذب القطط في الشارع ليه؟ فيه ناس بتعذب القطط في البيوت يعني يجيبوا قطط ويربوهم عشان يعذبوهم إيه المرض ده؟ ده مرض يا جماعة ما فيش حد يسوي مية في المية بس نسبة بقى العين نفسي أو الاتراب النفسي هي نسب يعني باباهم تقدرين تقولي أنه من كتر ما تأذى من بابا طلع بيعمل كده في بناته؟ نرجع بقى اللي أنا كنت بقولها المحاولة الأولى إحنا الإنسان نوعين لما بيتعذب من شيء حاجة من الاتنين وبرضه ما لهمش تالت يبيرحم الناس من اللي شافه فاقد الشيء يعطيه يا إما هو ما عندوش طريقة لإدارة الحياة غير اللي شافه لا يعطيه وهو بيبقاش في اللحظة دي بينتقم من ولاده تعالي حللك شخصية الأب كده في حتة بصلة عشان نشكك ليه؟ ثقافة موجودة في شريحة كبيرة من المجتمع عندهم أنه عنده ثلاث بنات وهو أصلا إنسان شكاك ومريض نفسيا ومتبعزق خالص فهو الثقافة دي فأغلبيتها بيبصوا للبنات أنهما ممكن يجيبوا العار وإن البنات دول حملة حيجوزهم منين وسطرها بصورة عشان تخلص منها عار بدل ما أحاول أن أنا أشوف حل أو هعمل إيه أحنا أشوف نكمل أفلام تعملت في الدراما والحاجات الوطائقية والدراما هي رأيت الوقت إنه لو حد تحرش بيكي لازم تقولي لو حد معاكسك في الشارع عندهي البوليس مش إحنا عدنا فترة نتكلم في القصة دي هل كل الناس استجابت ولسه حاصل فعلا حادثة قريبة اللي أنا مش عايزة أقول كتير عنها بس عملت مشكلة وعملت محضر ما لأ ما تسكتيش بزب بيليك مش فضيحة للبنت هي فضيحة المتحرش بزب هليت ربا مين بقى مين من الثقافة في جزء استجاب من المجتمع وفي جزء لأ ما في جزء إيليك سكتي عنده فضيحة أو عمليله محضر وانتي سكتة لكن الناس ما تعرفش دي فضيحة يا بنتي ما تقوليش حتى في الإعلام ولا تجلق تكلمي ما تسكتيش بزب افضحي نفسك فعلا هي مش فضيحة يا فضيحة ليه اللي تحرش بيكي مش ليكي انتي لو سكتي له حسن فيه فيه جاب كبيرة قوي أو فجوة كبيرة قوي بين جيل وبين لغة أيوة وبين طبقة وطبقة بين تفكير وتفكير أنا نفسي نقرب ده كل يعني كلنا أمن نتكلم لغة واحدة ممكن تحصل مفيش ازاي هو ربنا خلقنا بلل احنا بنعمله كل يوم وبنوعب في التلفزيون نقول ذكر وأنسة وخلقنا شعوب وقبائل حتى لتعرفوا يعني معناها انه مش شرط اللي عندي معرفتي تكون معرفتك ومش شرط اللي في العمارة اللي جانبي تكون الثقافة بتاعته زي الثقافة بتاعته احنا بنعرف الناس بتعرف على بعض وفي حاجات فعادة للثقافات وفي حاجات فعادة للثقافات وفي اختلاف عليها يعني في حاجات حببتي حيفضل طول الوقت في ناس رفضة التغيير بتخاف بيخافوا اللي نعرفه أحسن من اللي نعرفوش شكرا وده اللي بيخلينا كلنا نوصل لكت لقصة حقيقة وهم النوع ده من الشريحة من المجتمع دول اللي هي بسمة واحدة منهم وعائلتها جزء من المجتمع ده والبنت مشكلة والبنت حمل بس أنا أقول لك على حاجة بقى في حاجة جديدة في البرنامج أنا عايز أسمع رأيي الشارع تيجي نشوف الناس قلت إعشان تعلقي عليه وتشوفينه هل عندهم وعي وإدراك باللي بيحصل النهاردة ولا لأ تعالوا نشوف التقرير حتى لو بتبارغ هو فعلا الموضوع ده موجود بمنتشر في مجتمعنا للأسف وده بيرجع للبيت وأهم حاجة للأب الأب هو اللي عليه الدور الكبير يقدر يحتوي بيته ويخليه عايش في هدوء وراحة ويقدر يخليه عايش في مشاكل على طويل الله يكون فعونها بصراحة بس هي تتجه لربنا أول حاجة طبعا وتحول حتى تعود معه بالراحة كده وتقول له يعني حضرتك عمل معنا كذا وكذا وده مؤثر علينا وعلى نفسياتنا جدا ولازم عشان نطلع حاجة كويسة في المستقبل إحنا عمرنا كده ما نعيش في بيئة مرتاحة أيها خطر الأسوة يوصلها إنها تعمل حاجة زي كده فعلا تعمل حمامة على نفسها والكلام ده ببلاي رادي من الخوف عايشة في قلق شمعها إنها تترى طبعا استحالة إيه حتى لو محرومة ما يعني أنت وصلتها لكده بس مش صح هي هتعمل كده مضطرة بس ده مش صح هو اللي بيدرب المفروض تنصح هو ما يدربش لكن هي بتتضرب هتقول لها إيه طيب استحميلي وسكوتي عشان بيتك وعيالك ما هو ده الأسوة ده بيحصل فطبعا كتر الأسوة هتتخرب البيوت ده أكيد عنده حالة نفسية لأن ما ما بكون ضغوط الحياة أمره ما ي لأن البيت ده هو الأمان يعني زوجتك وعيالك هم الأمان فأنت ليه تقصوا عليهم يعني بنصح بسمى اللي هي يعني تزبر ولو لها قرايب أو حاجة ممكن تشتكلهم أو تقرب ليهم وتحكي لهم عن اللي بيحصل هو أكيد ظلامها كتير اللي هي مش قادرة تسمح باباها دي برضو أكيد ظلامها كتير وشلت في نفسيتها برضو فهي في حاجات برضو تكبر عليها على كروهيته وبكلام ده بس أحسن لها اللي هي تاخد جنب لوحدها لحد ما هو يعني يتصلح من نفسه والدتها برضو هي يعني المعاملة القاسية برضو هي برضو مفهود تشتكي ما تسكتش على الحاجة زي كده لأن برضو ده ضر اللي هي والعيالها اللي يسكت على حاجة زي كده ما ده الممكن لها تشتكي في جريان أو حاجة مفهود يبلغوا هو الإنسان اللي هو بيعملها كده بيعمل أطفاله كده أنا ما أعتقدش يعني ده في قسوة أكتر من كده يعني موادد بس يعني ما حصلتش مع صرفتهاش وباقوا انتشر في الأسرة بقى هنقول ربنا أهديهم يعني غلط ما تسرق طبعاً لا لا مش مسنوط طبعاً بقى إلا للأكل يعني إلا دون الأكل يعني والدتها مغلوبة على أمرها يعني مهما عمل أسامح لأن أنا سمحت أخذ أجر أنا أجري لكن ربنا سبحانه وتعالى ليه عقاب تاني لو دربها على الخدت من دله الخدت تاني ده أبوها ولا أقدرش أرفع عيني عيني ولا إيدي ولا ده أبوه يصن هو الظاهر في حالة نفسية الظاهر كده في حالة نفسية في مخه عشان يعمل كده أنصح أمها أن تستحمل عشان خطر بنتها دي تفوض ربنا وربنا سبحانه وتعالى هيدديها كتير وكتير وهعوضها على الفئة أهلا حاجة بقى يا دكتور أمل أنه إحنا دايماً بناخد رأي الشارع عشان نسمع الأرائل كتير أو تشوفي المجتمع رايح على فين والأغلبية بتقول إيه بس أنا شفت من الأغلبية حاجة أنه بيقولك الناس سامحي مهما حصل والست لازم تبقى مع الراجل وأصلاه مريض نفسي أو عنده عقدة نفسية فأحنا نقول معلش هم يوجيه كلام ده للبنوتة لبسمة أم للمامتها مامتها شخصية محايرة جداً ومامتها هتخلي أنه البنت تطلع زيها زي ما هم بيقولوا إقلب الإدراء على فمها أتطلع البنت المامتها فكلام ده أكيد للمامتها مامتها مش وحشة مامتها غلبانة مامتها ضحية مامتها ضحية مامتها ضحية بالوقت يا سادي أنا قلت مرة قبل كده وبقول تاني وتالت ورابع مانت قدرت تجري الطلاء قرار رفاهية يعني إيه رفاهية يعني مش كل الستات اللي عندها عيال بالذات عندها تقدر تطلق ما عندهاش عيلة ما عندهاش مكان تروحه مصدر دخل ما عندهاش مصدر دخل ما عندهاش ما عندهاش عشان كده الأغلبية بيعدوا التريعه على المطلقة قرار الطلاء معين لي خدت قرار وانت معرفتيش تاخذي قرار لو انت كنت مأزية نفسي عاصة انا احب نفسي اكتر من اي حد على فكرة مش كل الناس بتقول كده لو انت بص يا بنت فيه اولويات يعني لو هي بطلها وكانت رجعت له دي تتضرب بالخرزانة اه انما هي ريكت عاكيد عشان بناتها ما هو بيعذبهم برضو يعني انت يريتك قب سوي ما نرجع عشان انت قب جميل بس ممكن تكون زوج فاشل فلا ممكن استحمل ان انت تكون زوج فاشل بس معقولة لده ولده بس معقولة لده نوئلة ادب وحاجات كتيرة قوي ده ما يبقاش فاشل وده بقى ايه؟ مش بالنسبة لنا مش بالنسبة لهم بالنسبة لهم ده العادي يعني اه كل رجالة بتضرب وكل رجالة بتزعق ايوة 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 يبقى فاشل لما يبقى مودمن اه لما يبصل يصرف اه لما يعرف ستات اه لما يجي كل يوم سكرون في البيت كده انت فاشل لك انت لما بتضرب انت راجل زي الفل لا اقص العنف الاسري ده موجود في شريحة كبيرة جدا وان احنا طول النهار بنتكلم في البرامج وفي اليوتيوب وعلى المواقع التواصل الاجتماعي عن العنف الاسري ليه؟ ايه الفرق من العنف الاسري والتربية؟ التربية انا برب ابني انت مالك اللي عنف ده بصي ايه التربية الايجابية دي؟ اقولك الايجابة؟ اه من وجهة نظر من وجهة نظر الراجل ابوها هو بيربي ومن وجهة نظر سري عبد السلام ودكتور امل محسن ده تربية غلط تربية مسممة تربية عقد ليه الفرق فين الفرق ده جي منين؟ من ثقافتي وثقافتك وثقافته من معتقداتي ومعتقداتك ومعتقداته من تربيتي وتربيتك وتربيته وان احنا ما نكملش تعلمنا للاخر حتى احنا نستفد بكلمتين طويل انت ممكن تتخيلي في المجتمع بتاعك انك فيه انسان مذكر او مؤنس يخرج من المدرسة عشان يتجوز اكيد ده مش في قموص حياتنا ده بيتضربوا عشان ما تتجوزيش وانتي معكيش شهادة بتتضرب والله عندنا لكن هو ايه بقى انت فاهمة فرق اللغة يا سالي بس يا الام وام والاب واب في كل الطبقات لا يا حبتي انا اسفى ما بتطيرش الشبشب يعني ما بتقوش ترمي المج ده يعرفها نفسك كويس قوي ترمي المج وقال يعني بقى مش هيجي فيكي طب ما هي كده برضو بتدرموا ده مش قزة نفسي احنا كده احنا كده مش تدمرنا نفسيا في فرق انك هتعمل كده بهزور يعني فيه خلاص تعبيد الشبشب الطير في البيوت ده 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 طبيعي خلاص لا تهويش نكتة ماما هترفع الشبشب يا ولاد بس ماما مش بتدرب ولاي بتعمل كده مصلحيتنا ما بتهدد لا مايسعب بتروح خبطة كده خبطة وتقولك المرة الجاية هتبقى جامدة يا سلام يا سلام انت ام انت ضربت هتضرب عجبا من كده ايه يعني ده مش بقى مصلحيتنا محدش بيدرب بجد عياله غير لو كانت تربعت على الضرب نقطة من اول سطح يعني اللي بيتضرب بيدرب اه طبعا اللي بيتزعق له بيزع اه الا من رحمة ربي مع ان انا بشوف حاجة انا بشوف رحيم نطلع عكس اهلينة ايوان يا لو ام شخصيتها قوية عمر معايلة هتطلع عندهم شخصية اساسا طبش من حقك تقول رأيك هتطلع عيال مهزوزة بيتهيقلك بجد طبعا في ام شخصيتها قوية تطلع عيالها شخصيتها قوية او اب يقولك انا هسمحلك انك تقول رأيك ويبقى ديمقراطي طبعا نفس بس في اني ثقافة بس عشان تبقى الجملة مفيد في اني ثقافة في ثقافة التعليم يعني انا اصحابي الانتيم جيلي المتعلمين في جامعة الامريكية ومتعلمين برا وكده باباهم وميتهم ربنا يبارك فيهم اغلبهم شخصيات قوية جدا اب وام متعلمين مثقفين يعني انفقوا وقت ومال وصحة وفلوس وجهد ووقت والوقت اهم حاجة في تربيت الاستثمار في ولادهم دول ايوه انا بستثمر فيك من وجهة نظري انا يا اماد صحابي شخصيتهم قوية ممتها شخصية قوية ايوه اس امل غصبا عنك انت تبقى اسمالهم طريق انا شايفان ده اصلح لك ما تجيش تقولي انا هسيب المدرسة وهبقى مثلا مدرب مش عارف ايه انا مش مقتنع يعني ايه شخصية قوية من وجهة نظرك يعني ايه قدر ياخد قرارات يعرف يعتمد على نفسه لو انا مش موجودة هتعمل اللي انا علمتولك كله ده بالنسبالك وبالنسبالي موافقة جدا على التعليم انما بالنسبة لابو بسمة بسمة الراجل ميعابوش اللي جيبوش ايوه ايوه انا عارف انا منغنش مراته الراجل انه هو يقوموش البيت كره ويكش ملك ويستخبه تحت الترابيزة طبعا الراجل دخل البيت ايه ثقافة ادرجة ان الاهلها مش عارفين ياخدوا معا موقف ويبقى مسيطر في الحتة وفي الشارع وفي الحارة والناس تهابوا ويقف يدخنق ويهين مراته في الشارع ويدرب مراته في الشارع ويدرب الناس في الشارع يعني ايه عم مش قادر ان هو يدخل يروح لبنت اخوه يقوله انت ازاي بتعمل كده يعني انا كعمة لو شفت اخوي مثلا بيدرب بنته لا هتدخل هو يعني ايه ايوه بس اخوكي المثقف هيسمحلك بالتدخل حتى والله لو مش مثقف انت رايح تدرب البنت لكن اخوكي لو مش مثقف مش هيسمحلك صدقيني يعني هو شخصته ديكتاتورية للدرجة دي شخصته رغيبة للدرجة دي ايوه تعريب عن حل للقب ليه بر هو كده ليه من بابا عملت ايه في شخصيته طلعته انسان ما عندوش ثقة في نفسه ولا في حد الثقة في النفس ده علم ده كلام ونظريات وحاجات كتيرة قوي الشخصية بتاعت الانسان بتتكون من لحظة الميلاد لحد سن سبع سنين وبعد سبع سنين يبقى استثمار لللي تكون خلاص في سبع سنين ايه بقى اللي الطفل محتاجه من لحظة الميلاد لحد سبع سنين حنية تلامس تعاطف من الاب والام اهتمام كلام فيه مديح كلام فيه تزرعيله ثقة في نفسه تقوله انت احسن واحد في الدنيا متعديهوش قدام حد متعني فيهوش قدام حد ما تريهش عليه خالص ابني غلد في المدرسة او في الحضانة او عمل مشكلة لازم اكون في ظهره ما تريهش عليه خالص ممنوع بني وبينه لا الاسفار دي كلها كم الكحك ده هنعمل به ايه معقولة كل الحاجات دي ده في الهزار بينك وبينه ووحدك في البيت لكن مش قدام الناس اقول كده وهزر او ده بقى استزراح لا تقنلي من شأن ضناكي ولد او بنت قدام الناس سلام لكل ام تعمل كده فعلا والله العظيم تجيبي حق ابنك او بنتك كده وتبقي ظهره وسند ولما نروح بقى البيت تعالى بقى تعالى بقى تعالى بقى ما هو الضرب كان عادي يا جماعة زمان كنم اكل عالى دي جماعة لو عايزين يطلع ناس اسوية صلحان في المجتمع لانه هو كده شخصيته تتكوني يحس ان هو مسنود متشاف محبوب ليه ضار امي وابويا ما خزلونيش لكن ابوها ده لا عنده ثقة في نفسه ولا عنده ثقة في حد ما عندهش دهر ما عندهش دهر ما عندهش حنية ما عندهش ارض صلبة واقف عليها ما عندهش اي حاجة خالص فعمل حياته بدراعه وبالرجلته من وجهة نظره اللي هي عبارة عن ضربه ايهانة وصوت عالي وتخويف وعمل امان مادي واباح لنفسه فكرة الرشوة دي انها فهلوة انا باي عايز اقف عند فكرة الرشوة دي ايوه عشان انا اخد فاصل وهارجع الحلقة يعني بصي السيجمنت الجاي كله اوعيدك انا هتكلم عند الرشوة بس ما تقوليش تعاين اخد فاصل ونرجع تاني اللي عايز اسأل يعني ايه انه حد يطلع يلاقي ابو ظالم مرتاشي هايطلع عامل ايه هايصرف ازاي استنوا انها بعد الفاصل يا تارا بقى لو بنت اكتشفت ان بابها مرتاشي وازى ناس كتير جدا في حياتهم هي نفسها كانت ضحية من ضحية هتتصرف معا ازاي ولا تتصرف تعمل حاجة بصوا هي امل جوتني على طول يا جماعة ليه امل ما تتصرف لان هي قالت بابا يتعذب من جدي في اخر سطر في القصر ما عملوش صدق اجار يا طايم احضر له كل دير انت يا خايفة من عزب ربنا يا بسمة انا امي اكتشفت ان هي عملت جريمة ابويا عمل جريمة انا فين من الجرائم دي الحمد لله ان انا مش زيهم والله واعلم بظروفهم ويا رب اهديهم يعني التسامح مرحلة تانية ما ينفعش اتكلم معا لا ما ينفعش ليه لان انا قلت برضو فاقول الحلقة ان الله لا يغير ما بقوم ما عشك قلت ريكتة اه انت قلت ريكتة قفلتها لي انا قفلت الحلقة يعني انا جبت خلاصة الكلام طب يمكن يستي يا طاعز يعني عادي يا دكتور امل لاحظة واحدة حتى مفيش خلاص لما ربنا يقول في القرآن ده قرآن صح؟ يعني انا مهما دعيت لهم او قلت لهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ممكن حد يجيب لأولاده فلو سمحت بسمة سيبك من بابا خالص ويسيبك من ماما خالص ممكن حد يجيب لأولاده وتباول لإرادي اه طبعا اولا دي حاجة معروفة جدا في علم النفس اه يعني ايه بيجي من ايه تباول لإرادي كل الاطفال بيجي من تباول لإرادي بعد استبعاد الاسباب الطبية يعني بعد ما يروح يعمل تحديد ويعمل أشعة ويعمل كده ويكتشفوا انه الموضوع يقولك دي حالة نفسية ايه الموضوع؟ هو عايز اهتمام فانت بتعمل كما انت هتضرب يا حبيبي مش عايش حد هيتم بيتي يا بابا هو عايز اهتمام عاوز يعبر عن نفسه ومش قادر احنا كده هنشوفك لما انت تعمل على نفسك تولد يا سيتي ده ساب كونشيس معقولة؟ بس هي الانسان مش هي بس اي حد عنده تباول لإرادي هو عنده مشكلة صدمة هو ممكن يجي الكبار السن كمان؟ صدمة هو أصغر من انه يتعامل معها أصغر من انه يعبر عنها يخاف يتكلم يقول انتوا كفرتوا سيئاتي لأنه على طول عايش في خوفه ممكن تيجي الكبار السن كمان صح يا أمل؟ لا كبار السن ده موضوع تاني هو التباول لإرادي في الأطفال معروف انه نفسي من سن كيم طايب لكان وده موجود في البيوت كتيرة جدا نتيجة التلاء نتيجة العنف الأسري نتيجة التفريق في المعاملة بين الإخوات نتيجة انه مثلا أنا كنت البكرية خمس سنة سنين فواخد الاهتمام كله وبعدين فجأة يجي كائن ياخد مني أبو يا ومي فأنا مش عارفة أقول أن أنا متضايقة أو أنا مش عارفة أو أنا مذكرة ومش عارفة أقول فيبتدي يحصل اضطرابات نفسية قد تؤدي إلى تباول لإرادي بيتعالجوا طبعاً حببتي مش عايزة أقول لك إحسائيات بست كتير قوي بيتعالج في قد كتير قوي الحالة دي موجودة بتخلص بتأكد مرحلتها وتخلص طب وتعاملهم معها لما عرفوا كده بيتريعوا عليها ده طبيعي ده طبعاً بصي هما بيمشوا هما تقتهم معكوسة في شغلتي أنا إنسان تقته معكوسة بيشتغل عكس مصلحته وعكس نفسه هو في حد في الدنيا بالفطرة يقصد يهين أو يدمر ولاده أكيد لأ هما ثقافتهم كده هما ما يعرفوش يعني إيه العقل الباطن بيكون طريقة يحمي بيها نفسه من قلم معين عشان يدفن على لحظة عذاب معينة الناس اللي ثقافتها كده مش حايفتها من أنا بقوله ده ولا ما يفتكي الناس اللي ثقافتها كده بتلتمثي لهم أنا عشكوي معموك كده أنا بالنسبة له أنا بالنسبة له مجنونة أيوة طبعا ما أكيد بيشارفينك كده أنت كنت جدل بتظهرية يعني الحوالي أنا بقوله كم كلمة دولة بتقول إيه ستة دي فعلا طب لو أنا قلتلك إنه بتلتمثي لهم الأعذار عشان هما ثقافتهم محدودة يعني ده يديهم عوز بصي أنا مش بعمل عوز أنا دوري هنا إن أنا بحلل مش بحاكم أنا مش بحاكم أنا بحلل الأم دي كده إزاي؟ الأب ده ليه كده؟ وقضيتي لبابا ولا ماما ولا حتى أخوتها قضيتك بقى النور ده عشان هاختم معاك قضيتك الأستاذة بسمة هتقول لها إيه بسمة؟ أستاذة بسمة ركزي في نفسك إحنا من لطف ربنا بينا إنه بيخلق النور مع الضلمة من غير نور مش هنفهم الضلمة ومن غير الضلمة مش هنفهم النور فإحنا لازم نبص النص الكباية المليا كده في مستقبلك وحاولي تصمدي أقولك بس على حاجة مهمة عشان ما نقفلش الحالة من غيرها التسامح التسامح ده علاج ومن أعظم الناس اللي اتكلمت عن التسامح كعلاج نفسي وبدني وروحي العالم الجليل اللي أنا باعتبره مثلا الأعلى رحمه الله الدكتور مصطفى محمود جميل نرحم من أجمل يعني دوري يا بسمة على فيديوهات للدكتور مصطفى محمود وشوفي بيتكلم إزاي عن التسامح دي حاجة الحاجة التانية في علم الطاقة في شغلتنا احنا بنعمل ساشن علشان نسامح العايشين والميتين شهيل مش عشانهم عشاننا علشاننا إحنا ليه بقى يا بسمة؟ لأن طول ما أنا مش قادرة أسامح الشخص اللي أزاني هو بياخد منطقتي وأنا الخلايا بتاعتي صحيا ونفسيا وروحانيا والهالة بتاعتي بتتفتح سمعت يا بسمة؟ سمعت؟ سامح علاج فأنتي بتاع فيه تكنيك كده بنعمله تكنيك بسيط جدا في خطوتين ثلاثة هتحاول تلاقي وقت تعوضي لوحدك فيه في القوضة وتتخيلي وتعوضي تغمات جانينك تتخيلي باباكي قدامك وهتتخيلي أن أنت بتقولي له برغم تقولي له كده بخيالك من غير صوت برغم أن أنت وجعتني وقزتني ودمرتلي حياتي ودربتني وجوعتني وهنتني وما حسستنيش بالأمان أطلع كل الجواي أنا شعفة ليجي في خيالي عروسة فش الغيلة بس تكملي عشان ما بوظل كيش جاعت وخافت وتظلمت وتقهرت وتعرت وحاجات كتير قوي فأقوله كده يعني تخيلي قدامي بقوله أنا سامحتك يا بابا لكن تقوله كده بالرغم من عملت كل الحاجات دي أنا متأكدة أن أنت مش قاصد وأنا متأكدة أن أنت ضحية والدك وعشان كده أنا برجع لك مشاعرك اللي أنا أخدتها منك واللي أنت زرعتها جواي وبتسامح فيما يخصني بس كده بتسامح فيما تتخيل أنه بتقطع كده بقديها كل الروابط السلبية اللي بينها وبينه ما بتقطعش بينها وبين بابا بتقطع الطاقات السلبية اللي بينها وبينه أنا بشكرك يا مون وكل ما تقدر تعمل التمرين ده وتتخيل أن فيه نور طالع من قلبها لقلبه وتدعيله ربنا يهدي لأنه هو إحنا لا نملك إلا الدعاء دي نعملها مع الأعداء ولا مع الأباء بس مع الأعداء إدعيله طول ما إدعيله يعني بقى فيه نور بيني وبين العدو يعني هو عدو وأزاني ومشاني من شغلي وخلاني مثلا طلقت لقدر الله كان سبب في النعيالي يجرى لهم حاجة ما كانش معي أقوتي يومي وفي قلبي طالع منه ده بجد؟ ده بسي العفو عنده عنده المقدرة يا جابعة أنتوا مش فاهمين يعني إيه تسامح تاني هقول اقروا عن التسامح التسامح شفاء أنا بسامح الوقت يوحد حرام يسرقني أنا هسامحه؟ أه هسامحه حسبي الله وانعم الواجل فيه إذا كان في رمضان حرام يلي سرقني ده أنا بقول ربناك أنا بسامحة يا رب فيما يخصيني لكن الفعل أنا بسامح عشان أنا أرتاح شكرا أنا كنت هاختم معك بدي بقى لكن أنا رفعت الملف والأمر شكرا شكرا هذه اللي كنت هاختم معك بيها يا رب بتصب عدلك أنت بتسامح لكن ربنا مش هيسامح في حق العبد مستحيل ربنا عارف إنك عفوت فالدرجة بتاعتك هتبقى أعلى وأعلى لأنه ممكن تكون ما كنتش قادر إنك تسامح وقتها كنت متدايق ومغلول وعايز تاخد حقك وكان بإيدك تاخد حقك بس سمحت يعني إيه سمحت؟ يعني وكلته هو مش سمحت يعني إن أنا خلاص يا رب اللي أنت شايفه انت قلت له خلاص يا رب هتفرق 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 تاني حاجة هقولها البسمة آخر حاجة أنا أشبك بسمة رك حطي حلم تمشي وراه يعني إنت خلاص ربناك كرمك ودخلتي الجامعة ومتفوقة ركزي في بسمة إزاي تعملي مستقبل أحسن عشان تجيبي عيال أحسن عشان تعرفي ترابي أحسن عشان تبي أحسن من اللي شفتي بشكرك يا أمل ونورتي وأنا تحت أمرك يا بسمة دكتور أمل تحت أمرك يا بسمة وبشكرك جداً وأنا هاخد من كلام دكتور أمل لما أنت قلت أنا مش عارفة أطلع غيلي في إيه؟ طلع غيلك في المذاكرة طلع غيلك في النجاح في حلمك طلع غيلك في حلمك طلع غيلك في الشطارة زي ما كلنا بنعمل لما متضايقين لما مش قادرين ننزل سوف عندنا غيل نجاح بشكركوا جداً وهستناكوا في قصة جديدة وحلقة جديدة بس تكون حقيقية باي باي اشتركوا في القناة